لا تكاد هذه المدينة تلتقط أنفاسها تنام على خبر تفجير وتصح على نبي اغتيال عدن التي أضحت مسرحا لعمليات إرهابية تستهدف بشكل ممنهج قادة سياسيين وعسكريين وخطباء مساجد الجامع بينهم وفق متابعين الولاء للشرعية هذه المرة كان الإرهاب في انتظار أمين عام نقابة الأطباء بعدن عارف أحمد علي حيث انفجرت سيارة مفخخة أدت إلى إصابته بجروح خطيرة وبترساق ولده أحمد الطالب في كلية الهندسة بجامعة عدن يعد النقابي عارف أحمد واحدا من قيادات مجلس شورى إصلاح عدن بالإضافة إلى كونه من الشخصيات الطبية الشهيرة في المحافظة وتشير سيرته الذاتية إلى نشاط اجتماعيا ونقابي في مواجهة ميليشيا الحوثي في العام 2015 عملية الاغتيال الأخيرة يصنفها محللون ضمن قائمة الاستهداف السياسي التي تستهدف كوادر الإصلاح خصوصا وأن عارف أحمد كان من ضمن الذين اعتقلوا من قبل قوات أمنية محسوبة على الإمارات كانت عدن قد شهدت لحد الماضي حادثة اغتيال طالت رئيس استخبارات مطار عدن العميد ناصر مقيريح وسبق أن شهدت عدن حوادث أمنية مختلفة تاتي هذه الاغتيالات في ظل وجود الرئيس هادي وحكومته في عدن وبتزامن مع اجتماعه بقيادات التحالف والاتفاق على تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة لمواجهة الفوضى الأمنية وهو ما جعل مراقبين يذهبون إلى أن هذه الفوضى لا يمكن لها أن تحل بدون وضع حد لأزمة الصراع بين الشرعية والتحالف حول إدارة المناطق المحررة